فرقم ساخير وأهلا بك طبعا معنا في السادسة بنرجع مرة تانية للتمرينات وأعتقد أنه أكتر من يوم خدت فيها لعيبة راحة كانوا يحتاجوها بعد مشوار صعب صوائف دوري الأبطال أو في نهاية كاس السوبر تكلمنا النهاردة عن شكل التمرين وأول أيام عودة النادي الأهلي التدريبات طبعا في البداية كل التحية للزميل العزيز أحمد سمير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا زبيل العزيز أحمد أنا استوقفني المقولة اللي ألتقى الأهلي بيصنع المجد ومستر بيتسو مسماني النهاردة يعني مع عودة الفريق من الراحة السلبية عاقب الرحلة الطويلة اللي كان ابتدت بملاقات فريق ماميلو دي ساندونز وانتهت بمواجهة فريق نهضة بركان في مبارات السوبر الأفريقي وطبعا تتويج النادي الأهلي بالبطولة طبعا الفريق كان منح الجاز الفني منح اللعبين راحة سلبية لمدة يومين بدأ الفريق النهاردة يستقنف تدريباته طبعا الأهلي بيصنع المجد دي المقولة اللي بيقولها مستر بيتسو مسماني وينبه للعبين قالهم يعني الأهلي بيصنع المجد للعبين بيصنع المجد لكل من ينتامل منظومة الأهلي لكن احنا لسه ما عملناش حاجة لسه عندنا كتير جدا عايزين نقدمه احنا عملنا فترة ماضية بشكل كويس جدا لكن عندنا طموح جديد أنا أطموحاتي مع الفريق وتمحكم أنتوا مع منظومة النادي الأهلي لازم أن تكون أكبر من كده احنا عايزين خلاص ننسى أن احنا أبطال أفريقيا وإحنا أبطال السوبر الأفريقي عندنا تحدي جديد عندنا البطولة العاشرة أنا عندي حالة من الشغف كتير جدا أن أنا أحقق المزيد من البطولات وانتوا كلعيبة لعبت النادي الأهلي دايما لازم أن يكون عندكم نفس الروح ونفس الطاقة أن أنا أحقق المزيد من البطولات طبعا عاقب المحاضرة بدأ المران في شوق الحراس المرمى مع مستر ميشيل يانكون بينما مستر بيتسو ميشماني طبعا نجتمع مع الكابتن سيد عبدالحفظة عشان نحط برنامج الفترة القادمة من المقرر يعني الفريق بالجاز الفني والجاز الإداري بيدرس إقامة مباراة ودية تكون يوم الخميس أو يوم الجمعة طبعا الجاز الفني الكابتسيد بيدرس مواجهة أكثر من فريق وهيعرض الأمر على مستر بيتسو ميشماني إلا يقرر إقامة المباراة ويوم الخميس أو يوم الجمعة طبعا زميل العزيزة أحمد زي ما تكلمت على انضمام المجموعة من اللعابين الدوليين سواء من المنتخباتهم أو لعاب المنتخب الأولمبي طبعا الفريق من شراءة إن شاء الله بدأة من الغد هينضم مجموعة من اللعاب القطاع النشئين في الناد الآلي ليه الفريق الناد الآلي طبعا ومن المقرر أنهم يخدوا معها اللقاء الودي طبعا مستر بيتسو موسيماني لوقتها للراحة بيبدأ يحضر ويجاهز الأمور بالنسبة للفريق من أجل اللي يعني بياخد وقت كافي لدراسة فريق الترجي طلب أكثر من مباراة وبيتابع كل المباراة الخاصة بفريق الترجي مباراة مهمة جدا طبعا في مشوار الناد الآلي كان ليه القاء أيضا مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق الناد الآلي حاولنا من خلاله نتطمن على حالة المصابين النهاردة بقولك كريم ندفد بيشارك في المرام بصورة أكثر من رائعة خلاص كريم ندفد يعني إن شاء الله واحد من اللعيبة واحد من اللعيبة يشارك في التدريبات الجماعية كاملة ودي من المرات المهمة جدا إن كريم ندفد بيشارك بصورة كاملة جدا في التدريبات الجماعية وفي الالتحامات أطمن كل جميع الناد الآلي على كريم ندفد أيضا محمد محمود يعني بعد إصابته في فيروس كورونا خلال أسبوع يكون موجود في التدريبات الجماعية البرنامج التقالي بالنسبة له أنت أصبح جاهز للمشاركة طبعا الشق التاني وهو متعالج بمحمد مجد أفشا ومحمد هاني كان لها كلام مع الدكتور أحمد أبو عبلا وقال لي في محاولات بالتم بصورة طيبة جدا بالنسبة لمحمد مجد أفشا وإن شاء الله هيكون المحاولات تأتي ثمارها ويكون موجود معنا إن شاء الله في رحلة الصفر إلى تونس لمواجهة الترجي في المباراة الأولى بالنسبة لمحمد هاني إن شاء الله هيكون موجود في مباراة العودة أيضا في استجابة من اللعابين في البرنامج التأهيل الموضوع لمحمد مجد أفشا ومحمد هاني وهو ما يعجل بعودة الاتنين ان شاء الله ليصفوف الفريق النادي الهلي انا موجود معك زميل العزيز احمد سمير لو فيه اي استفسار او اي تساوي انا بعتقد انك قدمت لنا تغطية كاملة عن تفاصيل تمرينت النهاردة انا بس يمكن كتفايتاني جزئية لعبة المنتخب الاليمبي اللي بعتقد انهم مواخدين راحة يعني ما اتمرنوش النهاردة مع الفرع وانت يمكن اكدت على النقطة دي بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح دي كانت اخبار تمرينت النادي الاهلي وفي النهاية نتمنى السلامة لكل اللاعبين وما اعتقدش انه مستر موسيماني ولا الجهاز الفني ممكن يغمره او يجسفه بلاعب غير مكتمل للشفاء وفي النهاية برضو الاهلي بمنحضر ثقاتنا كبيرة جدا في رجالتنا